بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-3 معكم معلمتكم العلود ناصر الاعتبارين ورحب بأستاذ لغة الإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله سيكون القانون العام للغازات وهو تكملة قوانين الغازات إذن الغازات وهو الفصل الرابع وصلنا فيه أو بدأنا فيه في القوانين الغازات وهو الدرس الأول وسنكمله بإذن الله اليوم ماذا تعلمنا في الحصة الماضية قانون جايلوساك كيف ترتبط طرجة الحرارة مع الضغط الغاز كذلك الكمياء في واقع الحياة وتطبيق على قانون جايلوساك ثم مساء التدريبية اليوم سيكون القانون العام للغازات ومنه سنشتق القوانين الأخرى استخدام القانون العام للغازات مقاييس درجة الحرارة وارتباطها بقوانين الغازات مساء التدريبية بعد ذلك الخلاصة وحل أسئلة التقويم قوانين الغازات الفكرة الرئيسة فيه إن تغيير الضغط أو درجة الحرارة أو الحجم لكمية ثابتة من الغاز ستؤثر على المتغيرين الآخرين أهدافنا كانت تكتب العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة والحجم لمقدار ثابت من الغاز سنكمله أيضا اليوم تطبق قوانين الغاز على المسائل التي تتضمن الضغط ودرجة الحرارة والحجم لمقدار محدد من الغاز وأيضا سنطبقه اليوم مراجعة المفردات القانون العلمي وهو يصف علاقة موجودة في الكون خلقها الله سبحانه وتعالى مثلا على ذلك الطاقة لا تستحدث من العدم ولا تنعدم ولكن تتحول من شكل إلى شكل آخر كذلك العلاقة ما بين مثلا القمر والأرض هناك علاقة جاذبية أو بين الشمس والأرض هناك أيضا هذه كلها علاقات أوجدها الله سبحانه وتعالى السرعة التي تبتعد بها مجرة من المجرات عنها تتناسب تناسب مناسب بينها وبين المجرات الأخرى ويكون هذا التناسب طردي مفرداتهم الجديدة وصلنا فيها إلى القانون العام للغازات الآن تأمل بالون الطقس ثم اقرأ العبارة وما هو المقصود ببالون الطقس؟ انظر ماذا تعني هذه الصورة وماذا تعرف عنها بالون الطقس الآن اقرأ في الشكل 4-4 لديك في الكتاب المدرسي تمتلك المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 10 محطات رصد جوي ما المقصود بعشر محطات رصد جوي؟ والتي يستخدم فيها بالون الطقس إذا المحطات الرصد الجوية ترتبط ببالونات الطقس تتم تعبئتها بالهيليوم أو الهيدروجين ويحمل بالون الطقس أو يحمل على متنه أجهزة تسمى الراديو سوند هذه الأجهزة ترسل بيانات تتعلق بماذا؟ بدرجة الحرارة للهوى كذلك الضغط والرطوبة في طبقات الجو العليا إضافة لذلك يساعد متابعة العلماء في معرفة سرعة واتجاه الرياح على تلك الارتفاعات طبعا وتعطينا توقعات لما سيحدث خلال أيام القانون العام للغازات انظر لهذا الشكل ماذا ترى؟ جزيئات الغاز في حركة مستمرة وأيضا عشوائية ومستقيمة إذن يمكن أن يتغير كل من الضغط ودرجة الحرارة والحجم في العديد من التطبيقات العملية للغازات خمن ما هي تطبيقات العملية للغازات؟ اكتبها لديك من ضمنها ما درسنا قبل قليل وهو بالون الطقس يمكن جمع قانون بويل وقانون شارل وقانون جيلوساك في قانون واحد يطلق عليه القانون العام للغازات كيف سنجمع القوانين الثلاثة في قانون واحد؟ الآن انظر ما المقصود بالقانون العام للغازات؟ تعريفه هو قانون جامع لقوانين الغازات ويجمع خواص الحجم والضغط ودرجة الحرارة الحجم والضغط ودرجة الحرارة لأنها تربط ما بين اثنين في كل من القوانين الثلاثة فيتم الجمع بينها في هذا القانون ماذا يحدد للقانون العام للغازات؟ يحدد العلاقة بين الضغط كذلك درجة الحرارة والحجم لكمية محددة من الغاز ما هي المتغيرات؟ يوجد بين المتغيرات الثلاثة نفس العلاقة الموجودة في القوانين الأخرى ولكن هنا سيدمج القوانين أو المتغيرات الثلاثة درسنا سابقا أن نوع العلاقة في القوانين الثلاثة إما تناسب طرديا أو تناسب عكسي هنا سيكون أيضا الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم في أي قانون كان الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم؟ قانون بوهي لحسنتم الضغط يتناسب طرديا مع الحرارة هنا الضغط سيثنى سترديل مع الحرارة في أي قانون استخرجه الآن القانون العام للغازات انظر الآن B1 في 1 وعلى T1 إذن الضغط الأول ضرب الحجم الأول على درجة الحرارة الأولى تساوي هذا كله يساوي الضغط الثاني في الحجم الثاني في درجة الحرارة الثاني وانتبه أن درجة الحرارة موجودة في المقام إذن لابد أن ننتبه لذلك إذن هو حاصل ضرب الضغط في الحجم مقسوما على درجة الحرارة لابد أن تكون درجة الحرارة بالكلفن لمقدار محدد من الغاز وهو يساوي مقدار ثابت في ماذا نستخدم القانون العام للغازات؟ يساعد على حل المسائل القانون العام يساعد على حل المسائل التي تتضمن ماذا أكثر من متغير لاحظنا قبل قليل V1, B1, V1 على T1, B2, V2 على T2 لدينا ست متغيرات فإذا كانت المسألة موجودة فيها خمسة والمطلوب هو السادس إذن نستخدم القانون العام للغازات أيضا يقدم طريقة لتذكر القوانين الأخرى دون تذكر معادلاتها من القانون العام للغازات تستطيع اشتقاق القوانين الثلاثة يمكننا من اشتقاق القوانين الأخرى من خلال تذكر المتغير الثابت في كل حالة فإذا أنا تذكرت المتغير الثابت في قانون أستطيع استخراجه واشتقاقه من القانون العام للغازات هذا هو القانون العام للغازات V1 على T1 تساوي V2 على T2 قلنا نتذكر من هو المتغير الثابت الحالة الأولى إذا كان الضغط هو الثابت فسيعطيني قانون شارل سيعطيني قانون شارل الآن انظر هذا هو القانون العام للغازات ثبت الضغط ثبت الضغط ألغي الضغط ألغي الضغط أو احذف الضغط بحيث أن البي 1 تساوي البي 2 وكلاهما يساوي 1 إذن 1 عندما يضرب في الحجم سيعطيني فقط الحجم الآن ماذا تبقى لدي؟ ماذا تبقى لدي؟ تبقى لديه قانون شار وما هو قانون شار ال V1 على T1 تساوي ال V2 على T2 هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كانت درجة الحرارة الثابتة الآن ثبت درجة الحرارة درجة الحرارة مأين موجودة في المقام لاحظ أنها موجودة في المقام فإذا كانت ثابتة سيكون T1 تساوي T2 يساوي ال 1 إذن ستحذف إذن سيعطيني قانون إذن 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 الإذن إذن 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 إ للغازات. قانون شارل ثبتنا الضغط إذن احدف الضغط. هذا هو قانون شار وعرفناه قبل قليل الآن جاي لوساك ماذا نثبت حتى تربط انظروا الآن الحجم بحرف الجيم. هنا قانون جاي بحرف الجيم أيضا إذن هنا تستطيع أن تثبت الحرف مع الحرف أنه هنا في الحجم موجود في حرف الجيم والقانون جاي لوساك موجود في حرف الجيم إذن هنا سيكون الحجم هو الثابت. بمعنى أن V1 تساوي V2 تساوي الواحد. إذن احدف الحجم. إذن سيعطيني قانون جاي لوساك وهو الضغط الأول على درجة الحرارة الأولى يساوي الضغط الثاني على درجة الحرارة الثاني. وبهذا أنا اشتقيت القانون الثالث من قوانين الغازات أمثلة وتطبيقات إذا كان حجم كمية من غاز الماء تحت ضغط 110 كيلو باسكال ودرجة الحرارة 30 درجة سيلولوزية. لاحظناها هنا سيلولوزية. إذن نحتاج أن نحولها يساوي 2 لتر. وارتفع درجة الحرارة إلى 80 درجة سيلولوزية وزاد الضغط وأصبح زاد الضغط وأصبح إذن هنا B2 440 كيلو باسكال. فما يقدار الحجم الجديد المطلوب إذن هنا نحدد ما هي المتغيرات هنا B1 هنا B2 والمطلوب هو V2 طبعا هنا أيضا درجة الحرارة الأولى وهنا درجة الحرارة الثانية. تحليل المسألة هذا هو التحليل. لاحظ تغير كله من درجة الحرارة والضغط لذلك يجب أن نستخدم القانون العام للغازات لأنه يوجد لدي أكثر من متغير. فلا أستطيع استخدام قانون واحد إنما لازم أن أستخدم القانون الجامع لهم كلهم. زاد الضغط بمقدار أربع مرات. لاحظ الضغط هنا 110 وهنا 440. إذن اززيادة مقداره أربع مرات. درجة الحرارة لم تتضاعف بنفس المقدار. هنا 30 وهنا 80. إذن لم تكون بنفس المقدار. الحجم الجديد سيكون أقل من الحجم الابتدائي. هذه هي المعطيات لدينا. الV1 110 كيلو باسكال. تنتبه إلى الوحدات. تنتبه إلى الوحدات. كذلك درجة الحرارة 30 درجة سيلوليزية. هنا تحتاج تحويل. الT2 أيضا تحتاج تحويل. والV1 وهو 2 لتر. المطلوب هو الV2 أيضا باللتر. إذن سنحول درجة الحرارة من السيلوليزية إلى الكالفن عن طريق جمعها مع 273. فهذه هي درجة الحرارة الأولى. جمعناها مع 273. أصبح 303 كالفن. درجة الحرارة الثانية أيضا أعطتني 353 كالفن. بعد ذلك هتكتب القانون العام للغازات. وهو الV1 في الV1 على الT1. يساوي الV2 في الV2 على الT2. أريد اشتقاق الV2. هذا هو الاشتقاق. لاحظ أنك لابد أن تضع الضغوط فوق بعض. ودرجة الحرارة فوق بعض. حتى يسوي عليك حذف الوحدات المتكررة. الآن تقوم بالتعويض. الV1 هو تساوي 2 لتر. والضغوط 110 على 440. ستحدث الكيلو بسكال. أيضا درجة الحرارة ستحدث. فهذا يتبقى لدي وحدة الحجم وهي اللتر. سيعطيني الناتج النهائي 0.8 و50 من مية اللتر. تقويم الإجابة تغير الضغط. تغير الضغط بشكل أكبر من درجة الحرارة. لذلك الضغط يكون بتناسب عكسي مع الحجم سيقل. الحجم الوحدة هي اللتر وهي وحدة القياس الحجم. وهناك رقمان معنويا. لاحظ أن هنا الحجم الابتدائي 2. والحجم النهائي هو 0.58. إذن هو أقل من الحجم الابتدائي. إذن الإجابة صحيح. افترض أن كمية الغاز ثابتة. بما أن المعقال كمية الغاز ثابتة. إذن ما هي المتغيرات التي أعطاني؟ لاحظ أنها موجودة أكثر من المتغير. لاحظ هنا الضغط الأول. هنا درجة الحرارة. هنا كذلك درجة الحرارة الثانية. هنا الضغط الثاني. وأيضا أعطاني الحجم النهائي. مطلوب هنا الحجم الابتدائي. إذن نقرأ مع بعض. تحدث عينة من الهواء في حقنا ضغطا مقداره 1.02 أتموسفير عند 22 درجة سيلولوزية. درجة سيلولوزية مباشرة. لابد أن نقوم بتحويلها. ووضعت هذه الحقنة في حمام ما يغلي عند درجة 100. إذن هذا التي 2. ازداد الضغط إلى 1.23 أتموسفير. بيدفع مكبس الحقنة إلى الخارج. مما أدى لزيدة الحجم إلى 0.224 من ألف. فكم كان الحجم الابتدائي. إذن المطلوب هو الفي وون. طبعا هذه درجة الحرارة. نقوم بجمعها 22 زائد 273. ستعطيني 295 كالفين. درجة الحرارة الثانية 100 زائد 273. ستعطيني 373 كالفين. اشتق ما هو المطلوب. المطلوب هو الفي وون. إذن سيكون الاجتقاق بهذه الطريقة. الـ V2 طبعا يفترض أن يكون هناك أقواس على التي وأقواس على البي حتى تحدث له مسألة بشكل أفضل وواضح. لاحظ معي هنا. هنا الحجم الثاني هو النهائي. هنا درجة الحرارة الأولى. وهنا الضغط الثاني. وهنا درجة الحرارة الثانية. وكذلك هنا الضغط الأول. طبعا لاحظ أنها أيضا بحذف الوحدات. يتبقى لدي الملي. يتبقى لدي الملي. إذن الناتج النهائي بعد الضرب القسمة 0.214 من ألف ملي. وهذا هو الحجم الابتدائي. سؤال الثاني. يحتوي بالون على 146 ملي من الغاز المحصور تحت ضغط مقداره 1.30 أتموسفير. درجة الحرارة 5 درجة سيلولوزية. إذا تضاعف الضغط. لاحظ أن خفضت درجة الحرارة إلى 2. فكم يكون حجم الغاز في البالون. تضاعف الضغط كما هو الضغط المكتوب. 1.30 إذن تضاعفها. نضربها في 2. إذن نضرب الضغط في 2 حتى يعطيني الناتج صحيح. لأنه قال تضاعف. فلم يعطيني كقيمة واضحة. إنما يريد منك أن تستخرج. إذن هو 2.60. بعد ذلك ترى هل هي درجة الحرارة بالكالفين الآن بالسيلولوزية؟ إذن بالسيلولوزية نقوم بتحويلها عن طريق جمعها 273. ستعطيني الناتج للأولى 278 كالفين. للثانية 275 كالفين. بعد ذلك تشتق ما هو المطلوب. فكم يكون حجم الغاز في البالون. في البالون النهائي يعني. إذن V2. ولاحظ هنا سيكون V1 ضرب الضغوط على بعضها. ضرب درجة الحرارة على بعضها. ثم بعد ذلك تقوم بالتعويض. تحذف الوحدات المتكررة. يتبقى لدي وحدة الحجم وهو الملي. بعد الضرب والقسم ستعطيني الناتج 72 ملي. أيضا سؤال آخر. إذا زادت درجة الحرارة في الأسطوان الموجودة على يسارك لتصل إلى 30 درجة سيلولوزية. وزاد الضغط إلى 1.20. طبعا على الرسمة موضح لك ما هي درجات الحرارة الابتدائية. لاحظ هنا الصفر. هنا واحد أتموس فيه. والحجم أعطاني 30 ملي. فلم تكون واضحة في السؤال. ولم تكون مكتوبة. إنما كانت على الرسمة. فتنتبه للرسمات. هل يتحرك المكبس إلى أعلى أم إلى أسفل؟ هل يتحرك إلى أعلى أم إلى أسفل؟ بمعنى هل يقل الحجم أم يزيد؟ هذا هو السؤال. هل يقل الحجم أم يزيد؟ إذن درجة الحرارة الأولى هنا لاحظ أنها موجودة صفر ستجمع عليها 273. إذن ستعطي لنفس القيمة 273 ولكن الوحدة ستكون كالبن. هنا درجة الحرارة الثانية 30 درجة سيلولوزية. إجمع عليها 273 ستعطيني 303 كالبن. لاحظ الآن هو لا يريد رقم بمعنى رقم. هو يريد كم النسبة؟ هل سيكون ارتفاعه إلى أم إلى أسفل؟ بمعنى أنني أريد كم نسبة وجود أو الحجم الثاني على V1. لذلك سنستخرج الحجوم فوق بعض وستكون المتغيرات الأخرى على كسر الثاني. لاحظ أن الضغط الأول فوق لدرجة الحرارة تكون في المقام. والعكس ممتاز. بعد ذلك تطبق وتضع الأرقام الموجودة. لاحظوا هنا الضغط الأول هنا 1 أتموسفير. وهنا درجة الحرارة الثانية أعطتني 303. الضغط الثاني لاحظ الضغط الثاني موجود في المسألة 1.2. ودرجة الحرارة الأولى 273. والقيمة النهائية 0.92. إذن قارنها بالواحد. هذه النسبة ليست لها وحدة أساسا. هذه القيمة التي نتجت طبعا قارنها بالواحد. كيف ستقارنها هنا؟ خط الأعداد 0 هنا 1. أين موجود 0.92؟ تقريبا هنا. إذن من أكبر؟ الواحد أم 0.92؟ الواحد أكبر. إذن الواحد أكبر من هذه القيمة. لذلك فإن الفي 2 وهو الحجم الثاني سيكون أقل من الفي 1. كم قيمة الفي 1؟ 30. إذن ستكون الفي 2 أقل. أي أن الحجم النهائي أقل من الحجم الابتدائي. بمعنى أن المكبس ماذا سيحدث له؟ إذا كان أقل. إذن قل الحجم. إذن سينزل إلى الأسفل. أحسنتم. إذن سينزل إلى الأسفل. إذن سيقل الحجم إلى الأسفل. ننتقل إلى مقيس درجة الحرارة وقوانين الغازات. لحظنا من خلال هذه القوانين. أن العمل تم كله باستخدام التدريج كالفين. إذن العمل الذي قام به شارل وقام به جيلوساك. قد سبق أساسا تطوير التدريج بالكالفين. فاستخدمونه قبل أن يتم اعتماده بشكل تام. بالرغم من أن قانونيهم تطلباء استخدام درجة الحرارة بالكالفين. حيث استخدم العلماء في القرن السابع عشر. وبدايات القرن الثامن عشر. مقيس درجات حرارة مختلفة. الآن ماذا يحدث لو استخدمنا تدريج لا يعتمد على الصفر المطلق. لا يعتمد على الصفر المطلق. ماذا سيحدث؟ أي لا يمر بنقطة الأصل. ستصبح المعادلة تتعبر عن قانون شارل أكثر تعقيدا. لنتذكر معنا الرسم البياني عندما لم يمر في الصفر. كان هناك اتجاه السالب. فستكون هناك أكثر أو المعادلة ستكون أكثر تعقيدا. أيضا ستحتاج إلى ثابتين إضافيين إلى الحجم ودرجة الحرارة. ستحتاج إذن ستصبح المسألة الصعبة. فاعدة التدريج بالكالفين بسط لي المعادلات وبسط لي الأمور والقوانين. نتجة قوانين للغازات نستخدمها حتى الآن. إذن التدريج بواسطة الكالفين بسط المعادلات وأصبحت المعادلات واضحة وسهلة ومهيسة. يمكنك استخدام القوانين في الجدول التالي إذا كانت كمية الغاز ثابتة. لاحظ أنهم حددها في كل القوانين كانت لدينا كمية الغاز ثابتة. ويثبت معها مرة الضغط مرة الحجم مرة درجة الحرارة. الآن مقارنة بين القوانين جميعها أضاف إليها كذلك القانون العام للغازات. قانون بويل يربط بين الضغط والحجم. لاحظ V1 في V1 تساوي V2 في V2. الثابت فيها كمية الغاز. لاحظ أنها ثابتة في الجميع. هنا درجة الحرارة. لاحظ هذه العلاقة تستطيع أن تحفظها بهذا الشكل حيث أن درجة الحرارة ثابتة. باللون الأحمر هو الذي يكون فيه العلاقة بينهما. الآن شارل V1 على T1 تساوي V2 على T2. هنا يكون الضغط هو الثابت. لاحظ هنا الضغط ثابت. والعلاقة تكون بين الحجم ودرجة الحرارة. جايلو الساكل V1 على T1 تساوي V2 على T2. هنا ثبت الحجم. إذن سيكون الحجم هو الثابت. والعلاقة ستكون بين الضغط ودرجة الحرارة. بالنسبة للقانون العام للغازات. لاحظ أن الأسهم جميعها باللون الأحمر. إذن هنا ستكون في حالة دورا ما بينها. على حسب المعطى لديك في المسألة ما هو المطلوب. ماذا يحدث إذا تغيرت كمية الغاز؟ هنا الآن مثبت في جميع القوانين الأربعة كمية الغاز. ولكن ماذا يحدث إذا كانت هناك كمية غاز متغيرة؟ هذا بإذن الله سندرسه في الدرس القادم. ننتقل إلى مهان في الكيمياء الأرصاد الجوية. وهي العلاقات التي تربط الضغط مع درجة الحرارة ومع الحجم. هذه تساعد العلماء لفهم حالة الطقس والتنبؤ بها. أحيانا قبل ما يكون هناك أمطار بأسبوعين يتم التحذير أو يتم الإبلاغ عنها. مثلا تنتج الرياح بالجبهات الهوائية عن تغير الضغط الذي يسببه التسخين الشمسي غير المنتظم للغلاف الجوي المحيط بسطح الأرض. خلاصتنا ينص قانون بويل على أن حجم مقدار محدد من الغاز يتناسب عكسياً مع ضغطه عند ثبوت درجة الحرارة. وينص قانون شارع لأن حجم كمية محددة من الغاز تناسب طردياً مع حرارته بالكلفن عند ثبوت الضغط. وجايل وساك ينص على أن ضغط مقدار محدد من الغاز تناسب طردياً مع درجة الحرارة أيضاً بالكلفن ولكن عند ثبوت الحجم. ويربط القانون العام للغازات بين الضغط ودرجة الحرارة والحجم في معادلة واحدة. التقويم وضح العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة وحجم كمية ثابتة من الغاز. طبعاً العلاقة هنا تعطى بعلاقة القانون العام للغازات وهو P1 في P1 على T1 تساوي P2 في P2 على T2. تمثل هذه العلاقة أو تمثل بقانون العام للغازات. مثالاً على ذلك، عندما ترتفع درجة الحرارة فإما أن يزيد الحجم أو الضغط أو كليهما. إشرحي المتغيرات الثلاثة التي تؤثر في كمية ثابتة من الغاز تناسب تناسب طردي أو أيها تناسب عكسي يتناسب كل من الضغط والحجم تناسب طردي مع درجة الحرارة ولكن يتناسب الضغط والحجم مع بعضهما البعض عكسي حلل أطلق بالون تقصير الغلاف الجوي وأنت تعرف كل من حجمه الابتدائي ودرجة حرارته وضغط الهواف ما المعلومات التي تحتاج إليها لحساب الحجم النهائي للبالون عندما يصل إلى أقصى ارتفاع وأي القوانين ستستخدم لحساب الحجم ستحتاج إلى معرفة درجة الحرارة ستحتاج إلى معرفة الضغط النهائيين لحساب الحجم النهائي وسنستخدم القانون العام للغازات لماذا تضغط الغازات التي تستخدم في المستشفيات؟ لماذا تكون مضغوطة في الأنابيب ومنها مثلا الأكسوجين؟ ولماذا يجب حمايتها من ارتفاع درجات الحرارة؟ وماذا يجب أن يحدث الأكسوجين المضغوط قبل استنشاقه؟ كل ما حصرت كتلة أكبر من الغاز في حجم أقل أصبح النقل ما يحدث له النقل؟ أسهل أحسنتم إذن سيكون النقل له أسهل السؤال أو الفقرة الثانية من السؤال لماذا يجب حمايتها من ارتفاع درجة الحرارة؟ ماذا يؤدي زيادة درجة الحرارة؟ يؤدي إلى زيادة الضغط بالتالي قد تنفجر إذن يجب إزالة ضغط الأكسوجين قبل استنشاقه يحتوي إناء بلاستيك يصلب على 1 لتر من غاز الميثان عند ضغط جوي مقداره 660 تور ما هو التور؟ ما هو التور؟ وحدة من وحدات الضغط أحسنتم ودرجة حرارة 22 درجة سيلولازية ما مقدار الضغط الذي يحدثه الغاز عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 44.6 درجة سيلولازية سنستخدم قانون جايل وساك وسنقوم باستخراج درجة الحرارة بالكالفين هنا درجة الحرارة 22 تجمع معها 273 ستعطيني 295 درجة الحرارة الثانية أو النهائية 44.6 زائد 273 ستعطيني 318 كالفين بعد ذلك تطبق القانون لأنه قال ما مقدار الضغط إذن الضغط الثاني في T2 على T1 بعد ذلك تقوم بالتعويض لاحظ أن الضغط هنا موضوع بوحدة التور بعد ذلك ستحذف الوحدات بالنسبة لدرجة الحرارة تضرب وتقسم ستعطيني 711 تور سمم خريطة مفاهيم توضح فيها العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة والحجم في قوانين بول وشارل وجايل وساك هذه هي طبعا على حسب سلوبك أنت في تصميم خرائط المفاهيم ولكن هنا مساعدة مقدار ثابت من الغاز ستعطيني 1 2 3 إذا كان الحجم ثابت ما هو القانون؟ قانون جايل وساك إذا كان الضغط ثابت قانون شارل وإذا كان درجة الحرارة ثابت سيكون قانون بول إلى هنا الطلاب ينصل إلى نهاية الدرسين لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته